على فكرة وأنا هنا هخص بقى بالذكرى حد معي الأستاذ الكبير حسن مستكاوي أنا أجيب لحضراتكم بالاسم الراجل ده أنا كل يوم بحترمه أكتر في الحقيقة يعني ليه؟ سألوه بعد مطش سون داونز رأيك إيه أستاذ حسن؟ وتقييمك إيه المسيماني في بعد المطش ده وبعد خسارة النادي الأهل قال بص يا جماعة أنا تفرجت على الأهل وعلى المسيماني فترة فاتت كلها الراجل كان عامل شغل كويس جدا فمش من منطق أن أقول دلوقتي أنه مدرب وحش أقول أنه عنده أخطاء كتيرة أقول أنه مدرب ما ينفعش شخصية زي دي لازم تحترمها اللي هو ما ينفعش أنا مبارح بقول أن المسيماني مدرب جامد قوي مدرب عظيم جدا واجي عشان خسر مطش الأهل فيه وصل كتير جدا جدا للجنو ضيع كتير جدا وما كانش فيه توفيق أقول أنه هو مدرب مش نافع أقول أنه هو ارتكب أخطاء كتير قوي أن كل حاجة عملها في المطش غلط وزائع على رأي مسماني نفسه في مؤتمر صحفي قال لك أنا لو كنت مثلا كسبت النهاردة كنت هتقول لي رغم أنه ممكن يكون عندكم حق في بعض الحاجات والراجل وقع جدا بس كنت هتقول لي كويس ما كنتش هتسألوني الأسئلة دي ما كنتش هتقوله الكلام ده فواحد زي الأستاذ حسن المساقوي تحترمه جدا جدا لأنه بيحترم من المشاهد أو المستمع أو كلاما لكن في المقابل البعض الآخر ما بيحترمش من هم يشاهدونه أو يستمعون له للأسف الشديد